حالة تأهب قصوى لقوات واشنطن في العراق بعد ضربات سوريا الاخيرة تكتيك عسكري امريكي يعتمد على معلومات استخبارية بنواي انتقام او ردة فعل ايرانية في المنطقة من خلال وكلائها في سوريا والعراق قاعدة بلد التي كانت مستهدفة بضربة ايرانية سابقة ترفع مستوى التأهب للمتعاقدين الموجودين فيها النتائج التي ادت اليها الضربة الامريكية على فصائل موالية لايران صنعت غضبا وتأزما جديدا بين واشنطن وطهران لكن الرئيس الامريكي جو بايدن لم يتراجع ما جعله يصاعد اللهجة بالتشديد ضد ايران والعزم على عدم افلاتها من العقاب خبراء وامنيون يرون ان العمليات العسكرية الامريكية الاخيرة في الشريط الحدودي العراقي السوري جزء من خطة الادارة الامريكية الجديدة في العراق لاستهداف فصائل موالية لايران بهدف منعها من اثارة الفوضى وتهديد المصالح الامريكية في البلاد ما يعكس رغبة جامحة لادارة بايدن في اعادة تمركزها الميداني على حساب اية قوة رافضة لاجل استقرار المشهد الامني الحدودي وتحجيم ايران عند حدودها بعد ان تجاوزت وفق مسؤولين امريكيين الحدود مستخدمة العراق كذريعة ودفتر حسابات لضرب امن المنطقة رد الرئيس الامريكي على الكونغرس في تبرير الضربة العسكرية قال انه امر بتنفيذها من اجل الدفاع عن الشركاء الامريكا ضد الهجمات الميليشيوية وهجمات مماثلة في المستقبل بموجب سلطات الدستور الامريكي الرد الرسمي الامريكي يوحي بايام مقبلة لن تكون هادئة في ساحات الفصائل الموالية لطهران ما ينعكس سلبا على الواقع العراقي حسب توقعات مسؤولين بردود افعال تثير من خلالها طهران الفوضى لاجل تشتيت البوصلة الامنية واستفزاز الادارة الامريكية على حساب العراقيين وارواحهم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة